ميشيل حيك يفضح الإعلامي نيشان بأنه حاول الانتحار وفضح ما يدور بعقل والبطن تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا بدأ رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك تابعوا معي كيف أنا بحس طلع عندي فكرة خطيرة كتير ركبة براسك لازم تشيلها لازم تسحبها لازم تقلعها من راسك وما تخليها مطرح ويمكن مجتي اليوم بإشارة معينة تقل لك هذا الموضوع لقل لك كمان أنه راسك مخبوط بقلب بعضه ما عم تقدر تشيل هالأفكار من راسك بس الفكرة اللي خيفان منها هي حدا كلمة انتحار وكلمة الانتحار ما بعرف إذا أنت كان فيه شي فارد حطه حدك أو حوال تعمل شي بحياتك قبل هلأ فأنا عم بحكيك اللي ردك على اللي شفته أنا هو شخص واحد بأول مرة اللي هو الوالدة نودي تحيي للوالدة رجعتك من محل فينا نختم فيه توقع عن نشان أنا بقوله أو ما بقوله بابا عرف انت بتعرف كيف بيطلع عنه لن يصدق الجمهور ماذا توقع مشيل حيك للإعلامي نشان فكان يجري الإعلامي نشان حوار عن توقعات مشيل حيك لعام 2021 أو ما تبقى من عام 2020 وفي نهاية الحوار حدث ما لم يكن يتوقعه أحد فقد توقع مشيل حيك ماذا يجري في عقل نشان ومن الوضح ربما رد فعل نشان إن ما توقعه مشيل حيك حدث بالفعل فالجميع يرى في هذا الفيديو رد فعل نشان على ما توقعه مشيل حيك ويؤكد إنه حدث بالفعل فقد قال مشيل حيك إن ما يدور في عقل نشان حول فكرة الانتحار وإن والدته هي التي تقفئ بجانبه وتمنعه من هذه الفكرة ووقتها كان رد فعل نشان الاستقراب والصدمة نشان كان يسرح في كلام مشيل حيك ويجز على أسنانه وأصابعه ونحن كجمهور ومشاهدين مصدومين مما توقعه مشيل حيك لنيشان وفي هذه اللحظة وعلى الهواء مباشرة ومن الواضح إن هذا التوقع كان غير مرتب له وكان بالصدفة ختم توقعات مشيل حيك كانت صدمة استوجه إلى الزميلة نشان بالقول وقال رأيت فكرة خطيرة عليك أن تخرجها من تفكيرك هناك أشارة معينة أوحة لي بأنك لا تستطيع أن تخرج هذه الفكرة من رأسك ما أخاف منه كلمة انت حر لا أعلم ما إذا كان بجانبك مسدس وحاولت أن تقدم على فعل ما في حياتك من أردك عن هذا الفعل المرة الأولى والدتك وإلا لما كنت اليوم في هذا المكان الذي أنت فيه ودعا مشيل حيك نشان إلى طرد هذه الأفكار من رأسه لأن هناك صفحة بيضة وحية جديدة وقال أترك ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلى عن الصلاح الذي تملكه حالة الارتباك بدأت واضحة على نشان لا سيمة بعد السؤال لحيك له ما إذا كان بجانبه مسدس منذ أسبوع أو أسبوعين ولكن نشان بدأ عليه الصدمة وفضل عدم الإجابة وقال يبقى توقعا موسيقى